اشتركوا في القناة اي حد فينا بيبتدي بالحاجات الايجابية يقول مثلا انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وبعدين يذكر حاجة محتاجة تتغير وتصحح عندي عليك انك تركت محبتك الاولى او انك فيه مثلا انك تسايب المرأة اي زابل وبعدين يدي تحذير او يعني طريق التصحيح فاسكر من اين سقطت وتب او اسهر وبعدين في الاخر يدي وعد جميل او من يغلب فلا يؤذيه الموت التاني من ياغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة فربنا بيبتدي بايجابي ويختم بايجابي وفي النص فيه حاجة اسمها نقطة تصحيح وده اللي دوقتي حتى العالم الغربي نفسه بيعمله بيقول اما تيجي توجه حد ما تقولهوش على طول غلطته ايه انت تبتدي معاه بكلام حلو ايجابي وتختم معاه بكلام ايجابي وفي النص بتدي له نقطة التصحيح او الحاجة اللي محتاجة تتغير بكل حب يبقى انت كده بتدفعه انه هو يتغير من نفسه لانك انت شكرته في الاول وقلت حاجة حلوة وختمت في الاول بوعد جميل حلو حاجة جميلة وفي النص قلت نقطة التصحيح ودي سموها دوقتي بيسموها طريقة السندويتش السندويتش يعني حاجتين كده وفصتيهم الحاجة اللي انت عاوز توصلها للقصادك وده اللي عمله ربنا مع السامرية في يوحان اربعة انه ابتدى معها كلام حلو جميل اعطيني لاشرب وبعدين كمان كان بيشكر فيها بيقول لها كلتي بالصدق وفي النص كده لها بقى نقطة التصحيح بتاعها ان انت كان لك خمسة ازواج واللازم معك الان ليس هو زوجك فطريقة الحب دي والجميلة من ربنا للنفس البشرية خلت السامرية تترك الجرة بتاعتها وتروح المدينة وتكلم الناس عن المسيح فده بيورينا ازاي ربنا بيتعامل معنا جميل او سفر الرؤية صحة اتنين وتلاتة ان احنا بلاحظ انه ربنا مع ملاك كل كنيسة مهما كانت الاخطاء ومهما كانت السلبيات ومهما كانت الضعفات ربنا بيبتدي بايجابي انا عارف ان انت بتتعب كتير انا عارف ان انت امين في حاجات معينة في حياتك لكن يعني الحتة دي محتاجة تتغير وفي الاخر يديني وعد حال ويقول لي لو غلبت انا هديك تاكل من شجرة الحياة هكتيب اسمك في سفر الحياة مش هيزيك الموت التاني حاجة جميلة قوي ان ربنا في معاملاته معنا دايما بيبتدي بايجابي ويختم بايجابي في النص بيه يدينا نحتاجين نتعلمه دايما في علاقتنا ببعض فيه لما بنعالج اي خطأ لبعضنا ازاي بنترفق بيهم باي انسان ونبتدي بحاجة ايجابية ونختم بحاجة ايجابية وفي النص نقول الحاجة اللي محتاجة تتغير لالهنا كل مجد وكرم الابد امين